في تركيز من إدارة الكرة في النادي الأهلي ومن الجهاز الفني من مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيز على تطبيق اللوائح والقوانين وضبط الأمور والانضباط بأقصى درجة ممكنة وده معروف في كل أندية البطولات في كل الأندية الكبيرة على مستوى العالم كله مش بس نتكلم عن الكرة في مصر عشان كده بيبقى فيه حرص على توقيع الغرامات أو العقوبات على أي لاعب يقصر بأي شكل من الأشكال لأن النادي الأهلي في الفترة الجاية بعد الجهد الكبير جداً اللي بذلوا مجلس إدارة النادي الكابتن محمود الخطيب لجنة التخطيط والتطوير لكرة القدم التعاقد مع ريني فايلر الصفقات المميزة اللي خلت فيه كتيبة مميزة جداً من النجوم اللي الناس بتشوف إنها المجموعة الأفضل على مستوى مصر وأفريقي حالياً واللي إن شاء الله بنأمل بإذن الله إنها تعيد الفوز والصدارة في القارة الأفريقية والفوز باللقب الأفريقي في الفترة القادمة والتقلق من جديد في كأس العالم الأندية جهود لاعبينا ونجمنا اللي احنا واثقين في قدراتهم محتاجينها في كل المباريات المحلية والأفريقية كل اللاعبين إن شاء الله يبقى لهم أدوار وشايفين السيناريو ده في الرؤية الفنية والاختيارات الفنية للمدير الفني وجهازه المعاون المدير الفني ريني فيلر اللي بيعمل روتيشن وتبديل وتغييرات في التشكيل عشان دايماً يخلي فيه جاهزية كاملة واستعداد وكل التركيز يكون موجود بأقصى درجة ممكنة عند كل النجوم للمباريات وإن كل ما نحتاج لعب من لعبينا يبقى جاهز بأقصى درجة ممكنة في هذا الإطار قرر الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في نادي الأهلي توقيع غرامة مالية على صالح جمعة وهو من نجوم الفريق طبعاً ومن اللاعبين الأكثر موهبة على الإطلاق في مصر في هذه المرحلة بعد التغيب عن ميران الغائبين عن قائمة مباراة الأهلي وكان سبورت اللي أقيمت مساء أمس السبت في مباراة العودة في دولر 32 من بطولة أفريقيا وأعتقد أن ده المفروض يمثل تحدي وحافظ اللاعبين كلهم أنهم يركزوا بأقصى درجة ممكنة يلتزموا بالتكليفات موعيد التدريب اللي بيدخل قائمة مباراة اللي ما بيكونش موجود اللي بيشارك كأساسي اللي بيكون في قائمة البودلاء أو على ديكة البودلاء الكل بنفس درجة الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي وإدارته وجماهيره محتاجين جهود كل نجمنا ولاعبينا في المرحلة القادمة وإن شاء الله الكل هيكون له دور بسمات الأندية الأبطال في العالم كله والنادي البطل زي النادي الأهلي محتاج دايماً يكون كل لاعبيه كل القايمة كل من يدخل قائمة أي مباراة ومن يخرج حتى من القائمة يكون جاهز للمباراة الأخرى اللي ممكن يتم اختياره لها ويكون على نفس درجة الجاهزية والتركيز شأن النجوم اللي بيبدأوا المباراة في التشكيل الأساسي إن شاء الله نستفيد بجهود كل النجوم ومنهم صالح جمعة بالتأكيد ما فيش خلاف على موهبته ويكون من العناصر المؤثرة جداً في الفترة القادمة